وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم علامة محبتك لأله أن تدعو إلى الله هذا التبليغ وهذا فرض عين فرض عين على كل مسلم فرض التفاية في تعوى شخنا في حدود ما تعلم ومع من تعرف ومع من تعرف بلضبط لقول كلمة بس دقيقة شوي أتمنى ألا تفهم على خلاف ما أريد الدعوة عفوا لماذا تصلي سؤال لمسلم عادي بالطريق لماذا تصلي بيقلك لأنه فرض الصلاة في أوضح منه هل تتصور أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم كالصلاة تماما شو الدليل في الدين في دليل لولا الدليل لقال من شاء ما شاء قل هذه سبيلي طريقي إلى الله منهجي تعليماتي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله النبي الكريم أنا ومن اتبعني أي إنسان يعزف عن دعوته إلى الله ليس متبعا لرسول الله أي كالشمس واضحة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بالدليل والتعليل دين هذا إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا في عقيدتهم ولا تأخذ عن الذين مالوا فلابد ما تعطي المعلومات الدقيقة هذا التبليغ بدرس تربية إسلامية بخطبة جمعة بحلقة بالإذاعة حلقة بالتلفزيون بخطبة بعقل قيران هذا التبليغ أما لما تتعامل مع المتعلم تعامل يومي تسأله عن صلاته عن إقباله عن استقامته عن غض بصره عن ضبط الشاشة بالبيت عن ضبط العلاقات والسهرات في مليون سؤال تفصيلي فأنت إذا ألقيت كلمة أنت بلغت أما إذا كانت فاعلت مع الإنسان تفاعل إيجابي سألته عن أحواله عن صلاته عن غض بصره بالجامعة عن ضبط لسانه عن سهره كيف تنضى أيها الشباب بينكم يا ترى بشوف فيلم لما من الدرس موضوع ديني فالتبليغ شيء طب إذا التبليغ معناته شيخنا أن أنقل ما لدي من معرفة عن الدين وأحكامه وتفاصيله إلى الآخرين لكن هاي النقل نعم أنت حينما تأتي بدليل علمي وبالتعليل والتعليل وقد يكون دليل تاريخي وقد يكون دليل نصي وقد يكون دليل عقلي في دليل نصي في دليل عقلي في دليل تاريخي نعم أنت حينما تأتي بالمعلومة مع دليل قوي استسلم المستمع أما هاي حرام ليش حرام مو شغلك هاد الله حرام خلاص هدا متعليم هذا اسمه قمع من الدليل والتعليم أنا أقول أقنع ولا تقمع أقنع ولا تقمع طيب ذكرتم سيدنا بأن الدعوة فرض عين على كل الناس هل معنى هذا الكلام أن تفرغ جميعنا إلى الدعوة فرض علم على كل مسلم لكن في حدود ما يعلم ومع من يعرف يعني أنت استرت سهرة مع أصدقائك أحد الأصدقاء له اتجاه ديني قوي أم حكي تفسير آية تأثرت فيها أنت أكتب عندك على الموبايل أو على ورقة وحكيها لزوجتك بس وأنت هنا قد بلغتها بلغتها لولادك قاعد بالمحل التجاري حكيها لشريكك سهرت سهرة حكيها للحاضرين بالسهرة في حدود ما تعلم ومع من تعرف شوف كلام دقيق جدا في حدود هاي فرض عين كالصلاة الدليل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني المعنى المخالف الذي لا يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهو يغفر لكم علامة محبتك لالله أن تدعو إلى الله هذا التبليغ وهذا فرض عين فرض عين على كل مسلم فرض الكفاية في التعوى شيخنا هذا يحتاج إلى تفرغ وتعمق وتبحر وتثبت أربعة يحتاج إلى تفرغ وتبحر وتعمق وتثبت تثبت بالأدلة تعمق بدي فكرة عميقة مو سطحية تبحر متسعة التعمق شاقولي والتبحر أفقي تحتاج إلى فكرة إلى دعوة أولا عميقة ودقيقة ومطبقة ومع الأدلة والشواهد والنصوص هذه دعوة دعوة دقيقة جدا هي بتصنع إنسان يتفرغ لها بعض أهل العلم وتسقط عباق الناس تحتاج إلى تفرغ نعم وإلى تبحر نعم وإلى تعمق وإلى تثبت التثبت بالدليل نحن بالإسلام بالدعوة ما في هيك هي حرامه بس يا أبني بلا فلسفة هذا مو دعوة هي حرام لقوله تعالى حلال لقوله تعالى لابد من أن تؤدي العل والسبب إذن هذا التبليغ بما أعرف ولمن أعرف من الناس فرض عيني علينا جميعا أبدا التفرغ الكامل له وفي حدودي ما تعلم ومع من تعرف بس أما التفرغ الكامل للعلم الشرعي لبعض الناس فهو فرض كفاية كفو الأمة شو الدليب قال تعالى ولتكم منكم منكم للتبعيض أما الأولى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذا الأول أما الثاني ولتكم منكم من للتبعيض أمة يدعون إلى الخير لا مو بس لتأمن بأله ويأمرون بالمعروف بالتفاصيل بيكسب مالك بإنفاق مالك بالشاشة التلفزيونية بالبيت مفتوحة مغلقة في محطات ما بترضي الله بلقاءاتك بسهراتك سهرة مختلطة النساء كاسيات عاريات عينك على عشر نساء وفي كلام طريف وكلام مضحك وأنا بعدين بصلي وصاحب دي ما بتزبط الإسلام منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية